درجة حرارة الإضاءة أو لون الإضاءة وده بيتقاس بالكيلفن تعالوا نشوف الفرق بين 1000 كيلفن لحد 7000 كيلفن من ناحية لون الإضاءة هنلاقي إن الإضاءة بتبدأ بإضاءة صفرة وبتنتهي بإضاءة زرق لحد 2300 كيلفن الإضاءة بتكون صفرة لحد 3500 كيلفن الإضاءة دافية أو مصفرة لحد 4500 كيلفن إضاءة بتكون محايدة بين الأبيض اللي بعدها والوارم اللي قبلها لحد 6500 كيلفن الإضاءة بتكون بيدة أو إضاءة نهرية Daylight الأعلى من كده نسبة اللون الأزرق فيه بتكون كبيرة جدا ملحوظة إن كل الإضاءات اللي موجودة في الصورة اللي قدامنا دي مستخدمة على حاقة لونه أبيض شايفين إزاي لون الإضاءة أثر على اللون الأصلي وهيكون لي برضو تأثير على كل عناصر التصميم وعلى كل الخامات وعموما إحنا في التصميم الداخلي أكتر درجات حرارة مستخدمة بتكون بين الوارم والنيوترال والدي لايت ممكن لحد 6500 كيلفن وده على حسب غرض الإضاءة في المكان اللي هيبقى موجود فيه طيب تعالوا نشوف إزاي نعرف درجة لون المصباح أو اللمبة اللي بنشتريها قدامنا مثالين هنا مكتوب عليها 6500 كيلفن وفوقها مكتوب أبيض ناصع كول دي لايت والعلبة اللي تحت مكتوب عليها 3000 كيلفن وفوقها مكتوب أصفر دافي وورم لايت ومن هنا نقدر نعرف درجة لون المصباح اللي بنجيبه إيه بالزبط بالكيلفن اشتركوا في القناة